بيروت أعود إليك جويس لمتابعة التطورات الميدانية نعم فرح في الواقع هذا التطورات كما ذكرنا لا تتوقف هنا ليلا ونهارا نسمع أصوات القصف المدفعي إن كان لأطراف البلدات المحيطة أو لبلدات بعيدة نسبيا عن الحدود ولكن نحن عمليا نتحدث عن مجموعة من البلدات الحدودية التي تتعرض منذ قرابة الأسبوع لقصف متفعي متواصل نتحدث تحديدا عن البلدات التي يحاول منها الجيش الإسرائيلي التسلل والتوغل بريا باتجاه هذا القرى وداخل الأراضي اللبنانية بدءا من بلدة الخيام التي تتعرض للغارات والقصف المدفعي وصولا إلى كفركلة التي يحاول جنود الجيش الإسرائيلي من مستعمرة المطل وعبر بوابة فاطمة الدخول إلى هذه البلدة كذلك الأمر من مسكف عام باتجاه العديسة التي وصل جنود الجيش الإسرائيلي فيها إلى محيط مبنى البلدية وحصلت اشتباكات مع عناصر حزب الله في هذه المنطقة بيئة الانطلاق إلى القطاع الأوسط هنا حيث تدور اشتباكات عنيفة في يارون وفي مارون الراس ولكن الأبرز هو في يارون حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى جزء من البلدة وقامت بتفجير مسجد البلدة يوم أمس وأيضا بتفجير عدد من المنازل للمدنيين في هذه البلدة وكانت هناك اشتباكات مع عناصر حزب الله في هذه البلدة وهذا يترافق عموما مع قصف مدفعي متواصل في بعض الأحيان تنطلق القذائف من ثكنة متات خلف هذا الجبل هنا ونسمع انطلاق القصف المدفعي ونسمع أيضا وصول واستهداف هذه البلدات الجنوبية من يارون ومارون الراس إلى بنت جبيل وعيناتا والقوزح وبيتليف وصولا إلى عيت الشعب كذلك الأمر التي تتعرض للقصف المدفعي ولكن اللافت أنه اليوم وللمرة الثانية في غضون أسبوع تتعرض بلدة ترميش كذلك لقصف مدفعي قبل قليل ثلاثة قذائف استهدفت أطراف هذه البلدة والمنازل على أطراف هذه البلدة ولكن هذه هي المرة الثانية في مجمل هذه الأسابيع من التصعيد التي تتعرض فيها هذه البلدة للقصف الإسرائيلي وبالتالي نحن أمام تطورات متسارعة ومتتالية على الجبهة الجنوبية الحدودية تحديدا خصوصا في ظلم حاولات جديدة كذلك قبل ساعات بدأت في القطاع الغربي لمحاولات التسلل عبر يارين وعبر علم الشعب كذلك الأمر نعم جويس سنكتفي حتى الآن بهذا القدر